الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جوزي جوميز هيضم 24 لاعب في قائمة الفريق لبطولة السوبر المصري إن شاء الله جوميز استقر على ضم محمود حمدي الوينش مدافع الفريق ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات عشان يستكمل برنامجه العلاجي والتقيل يعني هيسافر مع الفريق ولكن مش هيلعب دوره بقى تحفيز ويحمس اللاعبين ويبقى مع اللاعبين ويعيش الحالة الوينش صعب إنه يبقى موجود كلاعب في قائمة الزمالك في المباراتين سواء المباراة الأولى أو المباراة الثانية دي حكاية طيب بالنسبة للفتوح فأقلت لكم مبارح إنه فتوح مش هيبقى موجود في قائمة الزمالك في السوبر المصري كونرد مشلك كونرد مشلك بنسبة كبيرة هيكون أساسي في مباراة بيرامد السوبر اللي جاي جوزي 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 بيدرس الاعتماد عليه في جبهة بنتايك يعني بنتايك وقدامه مشلك اللاعب الفترة الأخيرة بيقدم مستوى كويس في التدريبات جاية في التدريبات وجوزي جوزي جوزي جوازي يبدو إنه هيبدأ يعجبه جوزي 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 جوازي أقول لكم قبل كده إنه مش مختنع قوي بيمشلك بس واضح انه من التدريبات انه الراجل بيقدي بشكل كويس ووارد انه يبقى موجود كأساسي في مباراة بيرامدز اللي جايب